أهلاً فيكم حبايبي برج الميزان رح نشوف شيء توقعاتك العاطفية من وقت مشاهدتك للفيديو إلى آخر الشهر الكراءة مثل دائماً رح تكون البرج الشمسي والقمري والطالع وأيضاً تقبل العكس يعني إذا أنت عم تتابع لبرج الميزان ممكن تحس أنه بعض الأشياء اللي بحكيها طاقتها تكون مشابهة لطاقتك أو تنطبق عليك قبل ما نبلش القراءة بس بدنا ناخد كروت للتوضيح طيب بدنا نبلش أول شيء بطاقتك يا برج الميزان نشوف شو هي طاقتك الحالية بعدين رح نشوف طاقة الشريك وخطواته القادمة حالياً برج الميزان أنت عم شوفك عم تحس حالك مضلوم بإشي معين مع حبيبك أو مع الشخص اللي عم تتعامل معه بعلاقتك عم تحس بكسرة قلب من الشخص اللي عم تتعامل معه أنت محاصر بعقلية المظلوم أو كتير مركز على الجانب السلبي للأمور في بينك وبين الشخص عم شوف من ناحية الحكي في بينكم كتير نزاعات وكتير جدالات أيضاً عم شوف على الجانب الروحاني أنت وها الشخص ممكن تحس أنه هالشخص مش عم يفهمك مثل ما أنت بتريد أو مثل ما أنت بدك لأنه عم شوف أنت عم تتمنى أنه عم تتمنى من هالشخص في بعض الأشياء أنه يفهمك بدون ما تحكي بالإشي أو بدون ما تعبر عنه مرات أحياناً متتمنى هيك أيضاً ممكن يكون في بينكم مشاكل بالالتزام وبالارتباط في شخص بالعلاقة يريد أن يكون أصدقاء فقط أو يخلي الأمور عفوية أكتر وفي شخص عم يطالب أو طرف بالعلاقة عم يطالب بالتزام أو ارتباط جدي بالعلاقة عم شوف ممكن أنت كنت عم تفكر أنه مع هالشخص أو أنت اللي كان بدك التزام وارتباط جدي بالعلاقة وهالشخص هو اللي كان بده الأمور تكون عفوية أكتر أو بنبدأ صداقة أكتر وهالشي ممكن يكون مشان هيك أنت يا برج الميزان مجروح خلينا نشوف طاقة الحبيب أو طاقة الشريك حالياً عم شوف الحبيب أو الشخص اللي عم تتعامل معه مركز أكتر على عائلته أو مركز أكتر حالياً على جوانب حياته الأخرى الخارج شوي عن العلاقة مشوفه مركز أكتر على مادياته عم يحاول ممكن يكون بهالفترة كتير مركز على مادياته لأنه في عنده كارتين للمادة وأيضاً في عنده فهالشخص كتير مركز على مادياته إلى درجة الهوس ممكن تحكي أو مش سامح لحاله أنه يكون في أي طاقة جانبية أو طاقة خارجية بالعلاقة عم شوف أنه حاب يسيطر كتير على وضعه المادي وأيضاً حاب يسيطر كتير على وضعه العاطفي بمعنى أنه هالشخص أو حبيبك شريكك الشخص اللي عم تتعامل معه مش عم شوف أنه في عنده ليونة بالتعامل مع الأمور حم شوفه شخص بيحب يمشي كلمته أكتر أو بيحب يكون هو اللي يسموعه أكتر وهالإشي أيضاً سبب بينكم حدة في المناقشة أو حدة في الجدال بينكم وبين هالشخص لأنه هو بدي يكون الأمر الناهي بالعلاقة عم شوف الشخص اللي عم تتعامل معه عنده حب سيطر كتير عالي عنده حب سيطر كتير عالي طيب مني نشوف طاقتكم المشتركة حالياً أو شو ممكن يكون واحدة من الأسباب اللي قدت يكون في بينكم مشاكل يعني ومجادلات بيحكي لك في إشياء أنت وهالشخص كنتم مش عم تركسوا عليها كتير أو كنتم عم تتجاهلوها أكتر يعني في طرف منكم أيضاً كتير غامض أو ما بيحب يحكي أو الطاقة بينكم المشتركة كانت طاقة كنتم بتخبوا كتير في جو حالكم مش عم تتحكوا مش عم تعبروا لبعض عم بتشاعركم هم شوفوا أيضاً أنت وهو مركزين على على الناحية المادية وفي منكم سبب المشاكل أنه واحدة من يعني سبب المشاكل اللي بينكم في طرف كان بده ارتباط والتزام جدي ولكن ما حكى فيه أو كان حس أنه صعب عليه يعبر يعبر عن أو يكون صريح مع الطرف الآخر أنه أنا بدي علاقة جدية بدي ارتباط جدي لأنه ممكن تكون بداية العلاقة بينكم علاقة صداقة لأنه عندك أنت هون بطاقتك ثلاث 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 كوبس فممكن بدايتك مع هالشخص كانت بداية صداقة همشوف أيضاً واحدة من الأسباب اللي عم يعني عم تأدي لخلل بالعلاقة أو مشاكل بينكم أنه أنتوا عم تحاول تحلوا الموضوع بطريقة بفرض السلطة أو بفرض القوة يعني أنتا مش راضي تتنازل ولا هو راضي يتنازل وعمشوف أنه في ما في تيم مورك أو ما في مشاركة بالعمل أو مشاركة بالشغل يعني أنت عم تحاول تشتغل على العلاقة وهو عم تحاول يشتغل على العلاقة ولكن ما في شراكة يعني أنت تبني سيناريوهات في داخل عقلك وهو أيضاً همشوف تحكمه على الموضوع من غير ما تسأل الشخص الآخر لأنه أصلاً في عندكم صعوبة بمصارحة أفكاركم ومشاعركم تجاه بعض بخلينا نشوف خطوتك للمستقبل أو أنت شو مخطط تساويب المستقبل إينار تشايلد أنت عمشوفك رح تركز أو بدك تهتم أكتر بالطفل الداخلي لجوك أو بمشاعرك الداخلية اللي أنت عم شوف كنت عم تتجاهلها أكتر أو عم تتجاهلها حتى حالياً عم شوفك بالمستقبل أو عم تهتم بالتفاصيل اللي أنت وبمشاعرك الداخلية اللي عم تحس فيها بالذات بعواطفك وبإيجابيتك يعني عم شوف أنه أنت مش حاب فكرة أنه أنت حزين أو زعلان أو مشاعر المشاعر الإيجابة السلبية عم تتمكن عليك أنت مش حاب هالإشي فأنت عم شوفك عم تهتم أكتر بطبيعة مشاعرك وباللي بتحس في داخل يعني في داخلك يعني إذا أنت عم تشوك بالشخص الآخر إنه في موحدة آخر أو في طرف ثالث بحياته أو فقط عم تشوك بطبيعة التواصل بينك وبينه إنه هو مش جدي وما عم تشوف في إله نهاية عم شوفك رح مش رح تيجي على حالك أكتر مش رح تضحي أكتر لأنه عم شوف أغلبكم ضحيت أو أعطيت من عندك في سبيل إنه يعني تنجح العلاقة كان بدك تنجح العلاقة مع الشخص ولكن عم شوف أغلب عندك ورقة الساحر هون فأغلب أفكارك أو أغلب طاقتك اللي بتوجهها رح تكون في سبيل مشاعرك أو اللي بتحس فيه أنت من جوا عم شوفك أيضا في عندك مشروع أو فكرة كرياتيب أو فكرة إبداعية من نوع ما رح تركز عليها أكتر يعني عم شوفك مركز على حالك أكتر وكيف تطور من حالك أكتر ما عم شوفك للمستقبل مركز كتير على تصليح العلاقة بينك وبينها الشخص أكتر ما إنك مركز على كيف تصلح من حالك وتطور من حالك خلينا شوف خطوة الحبيب القادمة في المستقبل الشخص اللي عم بتعمل معه أو الحبيب أو الشريك رح يمر بفترة صعبة بفترة رح يتعرض فيها إلى كتير من الإغراءات رح يكون لأنه أيضا في فترة إنعزال هالشخص رح يمر فيها يعني في فترة مش رح تحكي أنت مع هالشخص ممكن تكونوا حاليا منفصلين أو ممكن يخف التواصل أو يخف الكونيكشن بينكم عم شوف إنه بالمستقبل مش رح يكون هالشخص كتير متحمس إلى فكرة الحب رح يكون متردد بفكرة الحب أو بفكرة العلاقة بينكم لأنه في عنده شكوك ومخاوف داخلية إنه إنه إنت أو برج الميزان في عندك أطراف أخرى في عندك طرف ثالث عم شوف إنه أيضا إذا في عنده عروض حب خارجية عن العلاقة ما عم شوفه مقدم على علاقة جديدة عم شوفه مركز أكتر على روحانيات والشخص لأنه في عنده مخاوف بالعلاقة وأيضا إذا أنت إذا هالشخص أنت حاس حالك أو أو ممكن العلاقة بينكم حسيت إنك إن ضلمت فيها عم شوفه الشخص مركز أكتر على إنه يكون عادل أو بده يكون يعطي يعني ينصف في حق العلاقة عم شوفه مش عم يحاول يكون متلاعب أو إشي مثل هيك بده الوضع بينكم يكون ناصف وحقاني أيضا طاقته رح تكون سريع على إنه في عندك كرت هوائي هون هالشخص في عنده خبر من نوع رسالة أو إشي حاب يحكي فيه معك أو عم شوفه رح حاول يتقرب منك ولكن بنفس الوقت لأنه هاي حركة تقدم وعندك هون أيضا ناين يعني هالشخص باني مثل السور حوالين حاله فعم حسو كأنه متناقض شوي بأفكاره الداخلية مع حاله ما بده يقرب منك بده يحكي معك ولكن في نفس الوقت عم شوفه دفاعي شوي أو رح يكون مش بمعنى دفاعي رح يكون شوي متردد هالشخص متردد بأخذ الخطوة أو رح يكون حذر جدا بأخذ الخطوة أو حذر جدا بكيف يحكي معك كيف يتواصل معك كيف تكون بداية الحكي معك قبل يما نشوف الطاقة المشتركة بينكم في المستقبل المصير العلاقة خلينا نحكي شو ممكن الابراج اللي يمكن تتعامل معها لانا دائما شوف بالكومندات أنا دائما بنسى احكي شو هي الابراج بس الطاقات اللي ممكن عن تتعامل معها في عندك يمكن تتعامل مع برج الحمل يمكن تتعامل مع أبراج نارية يمكن تتعامل مع برج ترابية أيضا في عندي أوراق ترابية هون يمكن عن تتعامل مع برج العذراء أنا عندك بس ممكن يكون أي برج آخر هاي فقط الطاقات اللي موجودة عندي بجهة أو بسايد الشريك طيب طاقتكم في المستقبل أو مصير العلاقة في المستقبل في أنت وهو لسبب ما يعني هالكار سلف سابوتاج أنت وهو لسبب ما عم كل ما تصير الأمور بينكم كل ما تتحسن الأمور بينكم في طرف منكم أو بجوز حتى تكون تعقدكم الثنين في شخص منكم أو أنتو الاثنين عم تحاولوا تخربوا بالعلاقة بحيث أنه تختلق أمور أو تتسرع بإصدار الحكم على هالشخص أو أنت عم شوف جستس كارد عم شوف أنه فيه شخص لازم لازم يكون عادل بحق هالعلاقة أو يعني لازم تكون لأنه العادل مش بس فقط بأنه ما يكون فيه طرف ثالث أو إشي مثلي هيك ممكن أنت ممكن أنت تكون مش عادل بحق حالك وبحق الشخص أنك تحكم على هالعلاقة وتتسرع بإصدار الحكم على هالشخص بدون ما تسمح أنه يكون فيه مساحة يكون فيها تفسير أو شرح للأمور فتعقدكم بالمستقبل بدك تنتبه من بدك تنتبه من هالشي إذا لبعض منكم المنفصلين إذا وجدتوا لبعض لأنه مشوف في عندي Ace of Cups هون يعني في عندك بدايات بالعاطفة جديدة ولكن كرت النصيحة سيلف سابتوش بيحكي لك انتبه ما إنه تكون متسرع جدا أو تطلق الأحكام بسرعة بحكم هالعلاقة أو مع هالشخص بدك تنتبه عمشوف أيضا في بينكم بالمستقبل طاقة انتظار شوي على طريق من الناحية العقلية أو من ناحية الكمنيكيشن والتواصل عمشوف في حكي بالفعل بدكم تحكو فيه في تطور وانتصار من نوعنا بما يخص العلاقة بينكم لأنه هالكارت بيحكي عن شخص طالع من معركة أو طالع من إشي منتصر فعمشوف بما إنه الطاقة مشتركة بينكم عمشوف إنه فيه تطور إيجابي رح يكون في صالح العلاقة بينكم فيه فقط فترة انتظار بسيطة رح تصير أو فيه شخص عم يستنى رسالة أو خبر من طرف معين ولكن بما يخص البدايات أو ممكن عمشوف إنه إذا للمنفصلين منكم إذا صار فيه بينكم مشكلة وإنتم مش هم بتحكم على بعض حاليا عمشوف فيه بداية جديدة بينكم وأيضا رح رح تعطيك نوع من الانتصار أو للطرف المظلوم أو ممكن تكونوا إنتم الاثنان مظلومين بصراحة بالعلاقة يعني ممكن تكون ظروف اللي بينكم اللي قدت إلى انتصال العلاقة ممكن تكون ظروف خارجية يعني خارج عن إرادتك وخارج عن إرادته ممكن ما تكون بالضرورة مشكلة صارت بينكم لكن عم شوف إنه عندك 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 بدايات جديدة وعندك تطور وإشي رح تطلع منه منتصر أو رح تطلع منه منتصرين وأيضا عندك يعني في عندك أحد اللي رح يصير بالموضوع ممكن تكونوا إنتم الاثنين اللي انظلمتوا بالموضوع رح يصير في بينكم يعني النصر رح تطور العلاقة مشوف في ممكن تكون في فترة خمول فقط بينكم بوقت ما تلتقوا مع بعض أو تحكوا مع بعض أو تتواصلوا مع بعض لأنه في عندي هون طاقة انتظار حبايبي برج النيزان بتمنى القراءة تكون فادتكم حبيتوها إذا حبيت الفيديو لا تنسف تحط لايك وكومنت شار وسبسكرايب إن شاء الله رح شوفكم في فيديو قادم